زلت الجيم وعاوز تتمرن وعاوز تلعب التمرين ده أو التمرين ده وتمرين تانية كتير بالأداة دي والأداة دي غير متاحة طب أعمل إيه؟ النهاردة أقول لك البديل بتاعها أهلا بيكو في حلقة جديدة ومعرف كابتن أوكا والنهاردة هنتكلم عن أشهر أداة الناس كتير بتحترها في الجيم وللأسف لما في الجيم ببوز أو بتضيع الجيم بيوفرهاش أو ممكن نروح الجيم ما تبقاش الأداة دي موجودة فيه اسم الأداة دي إيه؟ وهي دي الأداة بتاعتنا اسمها كيبول أنتل ستريب سيبك من اسمها خالص هنقول لك لو الأداة دي مش موجودة تعمل إيه؟ واذا تتمرن بيها تمارين كتير قوي ممكن نلعب بها تمارين الإلية والخلفية ضم بطن حاجات تانية كتير وأكيد لو أنت مش عارف التمارين بتاعتها هكتب لي في الكومنتات أعملك حلقة مفصلة عن كل التمارين اللي تعملها بالقطعة الزغيرة دي وتمارين ربارة كلها مميتة وصعبة جدا النهاردة نتكلم عن البديل بتاعها بس قبل ندخل في التفاصيل أحب أفكار بس أنت دعام لتعمل الحلقة لايك تعال أقول لك نعمل إيه؟ هنبدأ بأول حاجة بس هنتكلم عن دي القطعة الأوريشنال اللي بتيجي مع الأجهزة المستوردة بحاجة نظيفة اللي انت شايفها دي ده الجزء اللي بيركف في الكابل معانا هو شكل نظيف عريض حلو كل حاجة بس دي نبص هنا تخيل انها شايل الأوزان بتاعتي على لزن القطعة دي جميلة جدا وحلوة بس ما نصحتش بها تقفل الجهاز لأي حاجة آه مستوردة وكل حاجة بس بعد الاستخدام الكتير منصحتش بدي بالذات ممكن تضرك ضاعت مش موجودة موجودة عندي عز و دي الأمان تبقى أعمل إيه؟ خلصنا من اللي جاية معايا دي اللي أنا أعملها بقى بقص بقى بتاعدي أول حاجة مش هكلفك أكسم بالله أعمل الاتنين دول تقريبا بخمسين جنيه أو أقل إيه الحوار ده كله عملت إيه؟ كل اللي رحت جبته رحنا عند أي حد بتاع جلود جلد يعني بيعمل محافظ جلد بيعمل جزم بيعمل أي حاجة وبيبيع حاجة اسمها قايش أو حزام قايش حزام بتاع الجيش اللي ما بتدخل الجيش بتستلم حاجة اسمها حزام قايش هو ده ده بتختار من عنده بالمتر انت عاوز قد إيه؟ أنا كل اللي جيبته من عنده جيبت متر عملت بيه قطعتين دول وهو اللي عمل لي كل ده بجيب المتر بتاعنا بنقسمه لقطعتين مثلا كل قطعة أربعين أو خمسين سنتي وبنبتدي نتنيها زي ما انت شايف أنا بدأت اتنيها من هنا هو ركبنا عندها الستريب بتاعتي أو الجز ده المعدن الدبلة المعدن اللي هتركب في الجهاز ممكن يركب دبلة ممكن يركب دبلتين حسب الاوزان اللي انا هلعب بيها لو انت شخص مبتدق ممكن تبقى دبلة واحدة عندي واحدة هنا قديمة بس عشان ما طولش في الفيديو مركب فيها دبلتين نفس الشكل ده بس دبلتين وبعد ما بيطبقها لي من هنا ومن هنا بخليه بطنها لي بجلد من هنا عشان ما يتعبليش رجلي أو يلهبلي رجلي لان الجزء بتاع القاجب يقناشف قوي بيستحمل أوزان عالية ده ده تقفل بالجهاز وما تخافش قفلك الجهاز ورعب بيه وما تخافش فاش يحصل له أي حاجة عشان بقول لك لو انت شخص ادفانسو بتقفل الجهاز وكده خلي بس يركب لك هنا قطعة دي هيركب لك فيها مجوز هنا تنين وهنا تنين عشان تستحمل أوزان وبعد ما بيعملها يقول لك كفاية عندي ان انا هعمل لها الدبوس زي ده ده اسمه دبوس كرابس قل له لا انا عاوز بعد دبوس الكرابس معلش خيط عليها تاني برضو خيط لك عليها يمين وشمال عشان زيادة امان انا مخيط من فوق ومن تحت ويمين وشمال مع الدبوس الكرابس الدبوس الكرابس ده ممكن لوحده كفاية لأ خليته خيط تاني عشان انا في جيم واستخدام متعدد مش ليا الواحدي وناس كتير تقدر تستعمله وزي ما انت شايف انا مبطنها من جوه عشان ريلي ما تستعورش موضوع سهل جدا مش مكلف خالص ما يكملش انا تقريبا بقول لك خمسين جنيه هتعمل بها قطعتين لو انت عاوز قطعة واحدة ماشي عاوز الاتنين ماشي بس الافضل ليك انت ريك هتشتري متر اعمل كتعتين وانت لو عاوز اقول لك التمارين بتاعتك ولا اكتب لي في الكومنتات وقول لك لو عاوز تلعب بالاتنين تلعب ازاي ولو واحدة بس تلعب ازاي وكل التمارين الخاصة بالاداة دي وهي اسمها كيبل انكل استريب عشان ناسي تسألني على اسمها لو عاوز اتشتريها مستوردة عشان عندها عقدة من حد اسمها مصري عاوز اشتري مستوردة الاتنين كويسين الاتنين ممتازين كده يبقى وصلنا لهاية حلقة النهاردة وكنا بنتكلم عن الكتعة دي وازاي توفر البديل بتاعها عشان تمتدي تلعب التمارين المهمة بتاعتها وده كان سؤال بيكرر علي لو الكتعة دي مش موجودة عندي اعمل ايه واكيد لو عاوزت الحلقة بتاعت النهاردة مش هستكسر فيها ان تعمل الحلقة لايك كان معكم كابتن اوكي